اشتركوا في القناة وسعره على امازون 2500 جنيه تعمل منه 10 بريفكسات فقط بس كل بريفكس كان حدود مليون ورقة يعني 10 مليون ورقة العزل بتاعه كبير السعر بتاعه ممكن من 5000 جنيه طبعا شفنا 2500 بس هو سعره الحقيقي هو من 5000 جنيه ممكن يتدرج لغاية 10 و 20 و 30 لو حالته حالة البنك أنصر ممكن يوصل لـ 100 ألف جنيه لو مقيم ممكن يوصل لربع مليون جنيه 250 ألف جنيه لكن خصة الفلاح المصري أو الموجودة سورة الفلاح المصري الأمير الأمير فؤاد أو كان وقتها أمير كان عنده جنيني اسم عم إدريس وجنيني ده جف يوم وقال للأمير فؤاد أنت هتبقى مالك مصر فالأمير فؤاد ضحك وقال له الزهب أمالك مصر والأمير كمال الدين حسين ابن سلطان حسين موجود لكن ما يعرفش فؤاد أن الأمير كمال الدين تنازل عن عرش مصر وتعين فعلا فؤاد حاكم أو مالك كان سلطان وقتها كان سلطان على مصر ورح في زيارة لأصر الزعفران لقى عم إدريس بيصلي فقعد جنبه الغتما خلص صلاة وقال له اتحققت النبوء بتاعتك الحلم اللي أنت قلت عليه وأنا بقيت ملك مصر وقال له أنت إدريس بك ومنحه لكم يعني وأوعدك هتكون صورتك على أول جنيه تصدره الحكومة بتاعتي وفعلا الملك فؤاد أصدر هازر جنيه بصورة عم إدريس أو ينفلح في 8 يوليو سنة 28 كوعد الملك يعني الملك قال له أنا كنوع من يعني رد الجميل له عايز يقول له اعترفه في جميلك أو حلمك الجميل ده انت بشرتني به هحط طورتك على على الجنيه وفعلا نزل الجنيه ده بإصداراته اللي كلمنا عنها حوالي 10 مليون كيط ورقة والجزء منه هو بيحمل من جي واحد جي سابعة البريفيكسات يعني اتعمل جزء في 28 سنة 28 وجزء سنة 29 وجزء سنة 30 يعني منزل شمال روح نزل على حوالي ثلاث سنوات ودي المعلومات اللي عندنا بخصوص جنيه الفلاح المصري وده اليوم 19 من رمضان كل سنة يبي يارب نكمل لآخر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة